ننتقل إلى ضيفنا عفاف في الأستوديو ننتقل إلى ضيفنا إيمان وهيك في السياق متصل مع الصحة لأنه دائماً إحنا بنعرف الصحة هي ليست فقط جسدية والقيم الإيمانية والحديث عن الأجواء الإيمانية بتغذي هيك صحتنا المعنوية والنفسية وأبداً نصبح بالخير على فضيلة الشيخ محمد سواعد مدير جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية صباح الخير صباح الخير لكو لجميع المستمعين أهلاً فيك يعني فضيلة الشيخ بالبداية بالحديث عن تقاطع الجانب القيمي الديني الروحاني مع كل الجانب الاجتماعي والأسري كيف لنا أن نحدث التغيير الإيجابي بما يحدث بمجتمعنا بما يحدث بأسرنا من وجهة نظرك أولاً نهن الأمة الإسلامية والبشرية جمعا بحلول شهر رمضان المبارك داعينا الله سبحانه وتعالى أن يعمى الأمن والسلام على البشرية جمعاء أمين التي تتعطش اليوم وهي بأمس الحاجة إلى معاني السلام والأمن والطمأنينة شهر رمضان هو شهر الأخلاق والقيم وهو شهر الانتصار على الذات لأن أي انتصار في حياة الإنسان إنما يبدأ من انتصاره على ذاته على شهواته على النفس الأمارة بالسوء لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصيام حتى نتربى ونذوت في أنفسنا القيم والأخلاق الاجتماعية التي تبني المجتمعات والتي من خلالها نستطيع أن نغير وننهض بهذا المجتمع الذي يعاني اليوم من أزمات متعددة أزمات فكرية أزمات وجود ونحن في ذكرى النكبة الواحدة والسبعين فكان شهر رمضان هو رافع وانطلاق للإنسان ليسبح في ملكوت السماوات العلا كما هي دافعة أو رافعة لأن يتعمق الإنسان في نفسه وروحه ليغذيها من الغذاء الإيماني الروحاني الذي ينهض بالإنسان فضلت الشيخ طبعا في ظل ما تفضلت فيه من واقعنا والأزمات التي بواجهها مجتمعنا طبعا نحن نقول أنه في التقاء ما بين القيم الدينية والقيم المجتمعية في ظل الشهر الكريم طبعا نحن في رمضان ورمضان كريم على الجميع يا رب هل هناك تناغم أم تناقض ما بين القيم الدينية والقيم المجتمعية في أيامنا هل هذا ما نلحظه وخاصة مع بداية الشهر طبعا تزامنت بعض الأحداث المنغصة من ظواهر العنف وأحداث غير مرغوبة أولا المجتمع إنما يبنى على الأخلاق والجانب الأخلاقي هو جانب مهم جدا في بناء المجتمعات وأي مجتمع يفتقر ويفتقد الجانب الأخلاقي هو مجتمع معرض للإنهيار مجتمعنا اليوم بات يأنه تحت طرقات العنف وظاهرة العنف التي أرادت أن تفرض نفسها هي ظاهرة مرفوضة وهي ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا وأنا على قناع أن هذه الظاهرة ستختفي بعد سنوات قليلة بإذن الله رب العالمين تختفي بالوعي والعلم والمبادرة في المجتمع شهر رمضان هو شهر الأخلاقيات النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذوت الأخلاق عميقا في النفوس في كل العام ولكن من خلال رمضان فنلحظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول الصوم جنة أي وقاية للإنسان وقاية من النار ووقاية من المعاصي والسيئات ووقاية من الأخلاق الرديعة التي تودي بقيم الإنسانية قال فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يشتم يعني لا يصرخ لا يرفع الصوت لا يؤذي أحدا بشتيمة طيب إذا إنسان أساء إليك في رمضان قال فإن امرئ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم يعني هذه دعوة للناس أنا لا يمنعني ليس عندي ضعف أن أرد الإساءة بمثلها ولكن هذا من دافع الإيمان من دافع كبرياء وعزة نفسه نفسي أنا لا أرد الإساءة بالإساءة وإنما أرد الإساءة بالإحسان قبل قليل تحدثت عن النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المنهج النبي لا يعطي نظريات فقط ولا يحدثنا عن كلام بدون رصيد ويحدثنا عن رمضان أنه شهر الأخلاق وشهر التسامح وشهر العفو النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كانت معركة فتح مكة وفي هذا اليوم النبي عليه الصلاة والسلام سامح وعفى عن المشركين وكفار قريش الذين آذوه وطردوه وقتلوا أصحابه في عشرين رمضان كانت معركة فتح مكة فجمع النبي رؤوس المشركين في مكة المكرمة قال يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء وهنا يلتقي المنهاج مع التطبيق قول وتطبيق هذا ما نريد اليوم اليوم شبعنا شعارات شعارات العودة شعارات التغيير شعارات الإصلاح نحن نريد مبادرات عمل مجتمعنا اليوم ينقصه المبادرات العملية ينقصه القيادة التي تعرف إلى أين تريد أن تنقل المجتمع وأنا أقول هنا ويعني بكل جرعة أن الأزمات التي يعاني منها مجتمعنا اليوم هي أزمة قيادة بالدرجة الأولى قيادة لا تريد أو لا تعرف أين تريد أن توجه هذا الشعب نعم فضلت الشيخ يعني انطلاقا من نهاي النقطة نعم وانطلاقا من النقد الذاتي أيضا بدون شك العمل بهدف التغيير هو عمل تكاملي نعم وأيضا تراكمي وهناك دور لكل فرد بالمجتمع ذكرت حضرتك موضوع يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لم يتحدث فقط الشعارات بل طبق ما كان يؤمن به هل ترى أنه اليوم حتى فئة المؤمنين ربما تفرغ الأمور من معانيها ومن مقاصدها وكيف ممكن أنه رجال الإيمان ورجال الدين المؤثرين على شرائح كبيرة أن يعيدوا الأمور إلى نصابها صدقا يعني نحن اليوم نعيش في أزمة انفصام شخصية لدى كثير من الناس كثير من الناس وانفصام شخصية أنا أرده إلى مبدأ أو إلى سبب الجهل يعني الإنسان كثير من الناس تجد في الجامع إنسان تقي خاشع بكاء ما شاء الله عليه ولكن ما أن يخرج إلى الشارع لمعاملة الناس وإذا به إنسان آخر فهذا انفصام الشخصية ما رده إلى الجهل اليوم نحن نعاني أو يسود في مجتمعنا جهل ماذا يعني الدين وأنا دائما أقول أن الدين لم يأتي فقط ليصلنا إلى جنة يوم القيامة وإنما جاء ليبني لنا جنة في الحياة جنة من التسامح جنة من التعاون جنة من المشاركة جنة من الأخلاق الجميلة ومن أجمل العبارات التي قرأتها للشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني السوري رحمة الله عليه قال أن الحب هو جنة في الدنيا قبل الآخرة والكراهية هي نار في الدنيا قبل نار جهنم فنصيحة إلى المؤمنين من شتى الطوائف اليوم أسوأ شيء في الحياة أن تتعبد الله تعالى وأنت جاهل كما قال بعض السلف أظن علي بن أبي طالب قال قسم ظهري الرجلان جاهل متعبد وعالم متهتك يعني عالم يستخف أو لا يبلغ الدين كما يجب التعبد على جهالة هو عين النقص في حياة المؤمنين نحن يجب أن نعرف ماذا يعني الدين الدين هو محاسبة للنفس وكلمة الدين هي تأتي من الحساب ماذا أريد أنا من الدين ماذا أريد أنا من صلاتي ماذا أريد أنا من صيامي ماذا يعني وهنا يدخل معنى تربوي وهو المعنى من العبادات ماذا تعني لك العبادة هل تعني لك العبادة دموع في المسجد وقرب من الله عز وجل وجفاء بينك وبين إخوانك أم أن العبادة هي منظومة كاملية ويعني صدق الله عندما وصف العبادة أو الصلة والحلقة المثالية في العلاقة بين الناس أنها حلقة تبدأ بالإنسان تصل إلى قمتها مع الله عز وجل لتنتهي في الطرف المقابل مع الإنسان الآخر فهي مثلث ضلعه أو أضلاعه أو يتقاسم الأدوار الصلة بين الإنسان وأخيه الإنسان ليصلا معا إلى الله عز وجل أنا لا أريد أن أصل إلى الجنة لوحدي أنا أريد أن أصل الجنة مع إخواني مع الناس جميعا أن أنشر في الناس الحب والتسامح والتحابب والرأفة والرحمة شهر رمضان هو شهر التربية شهر صناعة الرجال هو شهر تذويت القيم الإيمانية عميقا في النفوس إذا كان الواحد مننا في رمضان يتخلى عن طعامه وعن شرابه التي هي أساس قيام الذات الإنسانية فالأولى بالإنسان في شهر رمضان أن يتخلى عن كل الأخلاق الرديئة التي تردي الإنسان وتهبط أو تنزل من مستوى الإنسان وتخفض من درجة إنسانيته فضيلة الشيخ طبعا تفضلت وذكرت أن مجتمعنا يعاني من حالة انفسام في الشخصية وهذا الانفسام ربما يعود أيضا إلى الواقع الخاص بنا أننا في شهر رمضان نحن نرى تزايد لقيام المحبة والتسامح والتكافر والاجتماع ولكن مع انتهاء الشهر الفضيل لربما ولا أريد أن أعمم تختفي هذه المظاهر أو تتناقص أو تقل إلى ما لعودة ولا نعود نراها ما الذي ينقصنا لترسيخ هذه القيم طوال العام وليس فقط بحال مؤقت خلال الشهر الفضيل ينقصنا المعرفة والوعي إلى أين نريد أن نصل وإدراك معنى راقي جدا أن الأخلاق هي التي توصلنا إلى ما نريد وإلى أين نريد أخلاقنا تفرض على الغير احترامنا أخلاقنا توجب على الغير أن يقدمنا أينما كنا أما العنف والاقتتال والخصام وغيرها فهذا أولا يردي أو يزري من مكانتنا أينما كنا عندما ينظر إلينا خصومنا في أي مكان مجتمع متقاتل مجتمع متحارب مجتمع متنافر فيقولوا على ماذا نقدمكم بينما عندما يرى غيرنا كم نحن نسعى إلى احترام بعضنا البعض إلى تقدير بعضنا البعض إلى التسامح هنا التعافي هنا هنا إلى نشر قيم المحبة في المجتمع فهذا يدفع الغير ويدفع الخصوم إلى احترامنا وإلى معرفة قدر هذا المجتمع العظيم فضيلة الشيخ مع التغير لحل بمجتمعنا وتحدثنا سابقا عن الظواهر السلبي وحضرتك ذكرت أن شهر رمضان الفضيل هو شهر التربية والتربية هي أيضا فعل تراكمي لكي تعود أسرنا ربما إلى القيم وإلى الكتب السماوية وكل هذه الجوانب الإنسانية التي فينا ما هي أسس التربية السليمة برأيك في هذا العصر مع كل التحديات لبوجوها الأهل نعم أولا لست متخصص في علوم التربية ولكن هي كرجل دين وإنسان مصلح اجتماعي أسس التربية وأهم شيء في التربية أن نعرف ماذا نريد أن نربي أبناءنا على الأهداف الكبرى أن نربي أبناءنا على المستقبل الذي ينتظرهم أن نربي أبناءنا أنهم خلقوا ليقودوا العالم خلقوا ليغيروا العالم أنت لم تخلق لتلعب هنا أو تتسلى هناك أنت لم تخلق لتلعب في ألعاب الهاتف وإنما أنت خلقت لتصنع الهاتف وتسوق الهاتف للعالم أنت خلقت لتكون قائدا وهذا ما نلاحظه في سير العظماء كانت الأم لا ترضع ابنها حليبا فقط وإنما ترضعه المعاني الإيمانية تتحدث إلى ابنها في زمن الرضاع الرضاعة أنت يا بني ستكون قائدا ستكون فاتحا ستكون مصلحا فينشأ الطفل على هذه المعاني ينشأ الطفل نفسيا إن كان لا يسمع إلا أن نفسيته تتزود بهذه المعاني والذي يقرأ التاريخ يرى أن كل الفاتحين في تاريخ الإسلام وفي تاريخ البشرية كانوا منذ الصغر ملهمين ملهمين من أين؟ ملهمين من أمهات صنعنا رجالا بالتربية يعني يذكر المؤرخون أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان دخل عليها رجل فرأى معاوية طفل في البيت فقال لئن كبر هذا الغلام لا يسدن قومه يعني يكون سيد على العرب كان معاوية طفل يدوب ويتكلم فقالت هند قالت أنا أربيه ليكون سيد العرب والعجم انظر إلى القمة التي نفخت في روح ابنها وكثير من القادة أنس ابن مالك كان طفل صغير فكانت أمه تربيه على كلام الإيمان فزوجه يقول دعيه يلعب فقالت أنا أربيه لأمر عظيم أنا أربيه لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فلما كبر أنس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين وروا عنه أحاديث طوال وفاز بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أطل عمره وأكثر ماله وروا أحاديث كثير عن النبي فالأم هي التي تربي أولا في الصغر والأب أو المجتمع كله عندما يوجد بيئة تنافسية للأطفال وللأبناء إلى القيم العليا للمجتمع دائما أقول للناس اليوم نتقاتل ونتحارب ولكن بعد عشر سنوات من يدري كيف تكون الأمور يجد أن ننظر إلى أبعد منا اليوم إلى عشر عشرين خمسين عاما من يدري أن العالم سيكون بعد عشر سنوات بأمس الحاجة إلينا وأنا أقول لكم العالم اليوم كل العالم بأمس الحاجة إلى قيم التراحم قيم الرأفة قيم التعاون التي هي أساس بناء المجتمعات اليوم معشر المؤمنين معشر المسلمين لا تستهينوا بدوركم في هذا العالم هذا العالم الذي يعج بالصراعات المذهبية والاقتتال والحروب هو بحاجة ماس اليوم إلى هذه القيم العظيمة قيم الرأفة والرحمة التي أنتم تحملونها وأنتم تشعونها وترسلونها إلى العالم في الختام ندعو أهلنا في البلاد إلى تكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام العطرة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل خير شكرا فضيلة الشيخ محمد سواعد مدير جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف في المقدسات الإسلامية على هذه المداخلة الروحانية والإنسانية القيمة للقيم الدينية وبهذه النغمة نتمنى لك صياما مريحا وتقبل الله التعاط شكرا لكم وليقناتكم على هذه الفرصة شكرا جمعا شكرا لكم